على رأس الأولويات التي حملتها زيارة رئيس الوزراء والوفد العراقي المرافق لواشنطن تقف أهمية نتائج اجتماع اللجنة التنسقية العليا بين البلدين عنوان مرحلة جديدة تجذر لتفعيل الإطار الاستراتيجي من جهة والعمل على بناء شراكة تخدم العراق في تقديم الخدمات لشعبه واستقلالية الطاقة لديه والإصلاح المالي وتعزيز سيادة القانون الاجتماع أكد التزام العراق والولايات المتحدة بمواصلة جهود الإصلاح المالي التعاونية التي ستمكن بغداد من تشجيع الاستثمار الأجنبي ومواصلة توسيع العلاقات المصرفية الدولية وهو ما أبرز حرص وقدرة العراق على الالتزام بالتعاون مع أمريكا في مجالات عدة أهمها الاستثمار الأجنبي وتعزيز موارده الهائلة والاستثمار في البنى التحتية للطاقة والطاقة النووية الجانبان قرر تعزيز التعاون من خلال خطة مشاركة معززة بين الأطراف الفاعلة الرئيسة في حكومة العراق ووزارة الخزانة الأمريكية كما أشار العراق إلى أهمية تحصين مناخ الاستثمار ومكافحة الفساد وهي الركاز الأساسية لجهود رئيس الوزراء الإصلاحية ولدعم تطوير الأعمال الخاصة في العراق ستقدم مؤسسة التمويل الدولية للتنمية التابعة للولايات المتحدة قرضا بقيمة خمسين مليون دولار بتسهيل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للبنك الوطني العراقي من أجل تقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كما تعتزم الحكومة إرسال ثلاثة ألاف طالب وطالبة للدراسة في أمريكا من أصل خمسة ألاف طالب وطالبة تخطط لإرسالهم للدراسة في الخارج تعاون يؤكد البلدان من خلاله على أهمية تعزيز العراقي لاستقراره وأمنه وسيادته ما دلل على تصميم متبادل من الحكومتين على تعميق العلاقة المتينة بكل تلك المجالات وتعزيز الشراكة المستمرة ترجمة نانسي قنقر